أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الانفتاح الذي عرفت به مملكة البحرين كأحدى أهم سماتها الحضارية قد عززه ما توفره من بيئة خصبة محفزة لتأسيس الفرص وجعل التواصل الحيوي رافدا لزخم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وأشار سموه في هذا السياق للأهمية التي توليها مملكة البحرين للعلاقات مع الشرق الأسيوي بما لها من أبعاد همة منوها سموه بالموقع الذي تحوزه جمهورية باكستان الإسلامية في إطار هذه العلاقات الممتدة ولد استقبال سموه في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد جافيد مالك سفير جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في مملكة البحرين أكد سموه على الاستمرار في دعم الإمكانيات الواعدة لتحقيق المزيد من التقدم في التبادل الثنائي بالجوانب الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالقطاعات المالية والصناعية والتجارية وخلال اللقاء رحب سموه بسعادة السفير مؤكدا سموه أن الدعم مستمر لكل المبادرات التي من شأنها تنشيط منصات التواصل والتبادل الحيوي بين البلدين الصديقين مشيرا سموه إلى الأساس القوي الذي يوفره التعاون المشترك في مختلف النواحي الاستراتيجية من جانبه نقل سعادة السيد جافيد مالك تحيات معالي السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وعرب السفير عن تطلعه إلى القيام بدور فاعل في مواصلة تدعيم أسس العلاقات البحرينية الباكستانية وتعزيز حيويتها في مخلف القطاعات الهمة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة